اشتركوا في القناة باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس قرار جديد من خليل الزيتش قبل مباراة مالاوي يعود المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة لاستئناف تدريباتها استعدادا لمباراة تمني نهائي كأس افراقي التي ستجمعه بمنتخب مالاوي التلتاء المقبلة على الساعة الثامنة مساء بملعب احمد اهيدجو وكان وحيد خليل الزيتش قد منح امس الخامس يوم مراحة للاعب الاصود من اجل التقاط الانفاس بعد ضغط ثلاث مباراة توجه على رأس المتأهلين عن مجموعتهم التي تضم كل من القابون وجزر القمر وغانا وحسب مصادر من قلبي ويندي فان المدرب البوسني الفرنسي سيرفع من وطيرة التحضيرات حيث برمج اليوم الجمعة حصتين تدريبيتين الاولى صباحية على الساعة العاشرة والنصف صباحا والتانية على الساعة الخامسة والنصف وذلك بملعب منحق الملعب الرئيسي لاحمد اهيدجو ومن المنتظر ان تشهد حصة اليوم حضور جميع اللاعبين علما ان رايان مايي بات جاهز للمشاركة في مباراة ملاوي بعد تعافيه التام من الاصابة التي غيبته عن مبارية دور المجموعات اول خروج لحفظ الدراج بعد ما قاله على المغربيات تزامنا مع انتهاء المباراة التي جمعت بين المنتخب الجزائري ومنتخب كولديفوار ضمن بطولة كأس الامم الافريقية المقام حاليا في الكاميرون والتي انتهت بخسارة محارب الصحراء وخرجهم من الدور الاول للبطولة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بالمملكة المغربية الشريفة على ما قاله الدراج في حق المغربيات حيث قالت احدى الفتيات المغربيات بان الدراج انهال عليها وعلى الشعب المغربي بالسب والشتم وكذلك التلفظ بألفاظ بديئة ووصفه للشعب المغربي بأوصاف قبيحة وغير اخلاقية وهو ما تم تأكيده بالفيديو من حسابها وفي اول رد على مقالة الفتاة المغربية رد حفظ الدراج في تدوينة على حساب على الموقع الاجتماعي تويتر قال فيها يتم على تويتر تداول سكرينشوت مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين احدى المتابعات وعند دخول الحساب وجدتها ارسلت لي رسائل فيها شسم وسب قبل ان تقوم بحضر ثم اغلاق الحساب كليا ليتم بعدها فبركة رد غير اخلاقية واضاف مستنكرا لا حول ولا قوة الا بالله انتصرنا في المباراة الاولى دون اقناع وتعادلنا في التانية قبل ان نحقق فوزا رائعا على الجزائر هنأ مدرب منتخب الكوديفور باتريس بوميل لاعبيها على ادائهم وفوزهم الكبير على الجزائر بثلاث اهداف اللي واحدة في المباراة التي جمعت الطرفين على ارضية ملعب جابوم ولحساب الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الخامسة في كأس الامم الافراقية الكاميرون 2021 وانهى منتخب الافيال الدورة الاول لكأس الامم الافراقية في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد السبع نقاط ليصعد الى ثمن النهائي رفقة منتخب غني الاستوائي الذي جاء في المركز الثاني بحصيلة ست نقاط وقال الفرنسي في مؤتمرين صحفي عقوب انتهاء المواجهة النرادين جدا عما قدمه فريقي حيث كنا عازمين على حسم الامور عكس ما حدث في اول مبارتين واداف انتصرنا في المباراة الاولى دون اقناع وتعدلنا في الثانية قبل ان نحقق فوزا رائعا على الجزائر ثم اختتم موضحا يجب ان نحافظ على هذه الحالة الدهنية وكما ترون خف صوت من كثرة الصراخ على اللاعبين يشار الى ان المنتخب المسري سيصطدم بنظره الامورية في ثمون نهاية الكان يوم الاربع المقبل على ارضية ملعب احمد اهيدجو ابو تريكا المنتخب الجزائري قدم اسوأ مباراة له في ثلاث سنوات الاخيرة لقد كانت صدمة كبيرة ومفاجأة بخروجه من الكان شدد محمد ابو تريكا الدولي المسرع السابق ان مباراة الكوديفور تعتبر الاسوأ للمنتخب الجزائري خلال الثلاث سنوات الاخيرة والتي انتهت بهزيمة اصدقاء رياض محرز بثلاث اهدف الواحد واوضح ابو تريكا خلال الاستوديو الذي اعقب اللقاء قائلا صدمة كبيرة ومفاجأة بعد اقصاء حامل اللقاب اتمنى ان تكون كبور المنتخب الجزائري قدم اسوأ مباراة له في الثلاث سنوات الاخيرة واضاف كانت هناك العديد من الاخطاء الدفاعية ضد تاني افضل فريق في البطولة بعد نيجيريا الكوديفور استحق الفوز لانه منتخب قوي ويتوفر على لاعبين على احلى مستوى واختسم ابو تريكا حديثة تضيع ضربة جزاء شيء عادي في كرة القدم مباراة اليوم يجب ان تكون درسا للمنتخب الجزائري قبل المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم رسميا اسامة ادريسي الى نادي قادش اعلن نادي اشبيليا الاسباني عن توصله لاتفاق مع نظره قادش ينتقل بموجبه الدولي المغربي اسامة الادريسي الى نادي الجنوب الاسباني على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري من دون خيار الشراء وقدم الجنح المغربي الى نادي اشبيليا الصيف 2020 من نادي ايكسا مستردام الهولندي حيث شارك فيه 17 مباراة وحقق ثلاثة تمريرات حاسمة وقد تمنى النادي الاندلوسي كل التوفيق للاعبه المغربي رفقة فريقه الجديد قادش اول قرار لمدرب الرجاء بعد انتهاء معسكر اغادير انهى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم امس الخميس معسكره الاعداد المولق بمدينة اغادير الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها منافسة البطولة الاحترافية الاولى اضافة الى دوري ابطال افريقيا وعاد فريق الرجاء الرياضي الى مدينة الضاري البيضاء امس الخميس على ان يستأنف تداريبه بمركب الوازيس بداية من الاثنين المقبل للاستعداد للاستحقاقات المقبلة في ظل توقف المنافسة الرسمية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائية امم افريقيا التي تحتضنها الكاميرون الى غاية السادس من فبراير المقبلة وكان فريق الرجاء الرياضي قد عاد للسئناف التداريب منذ العشر من يناير الجاري تحضير للشطر الثاني من الدور الاحترافية ادخل في تجمع اعداد مغلق بمدينة اغادير الذي انتهى يوم امس الخميس الموافق لعشرون يناير الجاري وخضى فريق الرجاء مبارتين وديتين خلال المعسكر الاعدادي المذكور حيث فاز على اتحاد فتح انزقان بستة اهداف الواحدة وانتصر على اولمبيكا دشيرة بهدف الليلة الشيء حصتان تدريبية للأصود استعدادا لمواجهة مالاوي في ثمن نهائي الكان يستأنف المنتخب المغربي استعدادتي لمواجهة منتخب مالاوي لحساب ثمن نهائي كاسة امم افريقيا باجراء حصتين تدريبيتين في العاشرة والنصف صباحا والخامسة والنصف مساء وقرر الناخب الوطني البوصني وحيد خللوزيتش برمجة حصتين تدريبيتين اليوم بملحق ملعب احمد اهيدجو بعدما منح اللاعبين يوم راحة عقب ضمان التأهل الى دورة من نهائي الكان وكان المنتخب المغربي قد خاض حصة تدريبية يوم الاربعاء بملعب اولمبي لازالة العياء بعد المواجهات الحارقة التي جمعته بالمنتخب القابون يوم الثلاثة الماضي عن اخر جولة من دور المجموعات وسيواجه المنتخب المغربي متصدر المجموعات التالية منتخب مالاوي في دورة من نهائي كأسي امم افريقيا في المباراة المقاررة التلاتة المقبل في ملعب احمد اهيدجو اشتركوا في القناة